لكن يبقى الكلام في ضربة البداية دايماً معه مقالي ومقاله عن شجاعة الإدعاء وشجاعة الإدعاء كده ببساطة أنا أقدر أدعي على أي حد أي حاجة بس لو عندي الشجاعة الكافية هدعي عليه قوي وهقلف قوي وهقول على نفس اللي أنا عايزه وهقول عليك اللي أنا عايزه برضه ما طبعاً يعني مثلاً هترجعني بقى للكلمتين اللي أنا قلتون في الأول الدبل كيك اللي عملت اللي هي تجارة الحب والقرهية وكتائب الشائعات هو نفس تقريباً اللي أنت عايز تتعرض له يا سيدي أنا مش قادر أفهم إيه معناها أن كل واحد عايز يبين أنه هو الأكثر حباً لمن ينتمي إليه إيه المعيار؟ إيه المقاربة اللي إحنا حطين نفسينا فيها دي؟ شجاعة الكراهية أو تجارة الكراهية دي إحنا شايفينها حقيقة يعني شيء غير مسبوك في الرياضة المصرية لأن اللي حد بفعل قوانين ولا لوائح الرياضة اللي بتخلي فيه انضباط في الوسط الرياضة ما فيش انضباط في الوسط الرياضة تكسب بدل ما تفرح تقعد تشتم في نادي الأهل تلقى عن نادي الأهل يعني تتاجر بكل ألوان وما زاد بقى مفتوح مين بيكره أكتر؟ طيب ده اللي ما بيحبكش المشكلة في اللي بيحبك هو أننا ما حب نادي الأهل لأن كل واحد يطلع نظر على التاني أستاذ إبراهيم القول بأن احنا حد بيهددنا وبيهدد أسارنا وعندنا أسر يعيني نخاف عليها ومعزورين فلان وفلان وبعدين هو في عز يعني سطوة الأمن كان بيقول إيه وكان بيعمل إيه ماشي خليك في حالة قول كل الوقاعة اللي تخصك لكن لحد هددنا حد هددك لا طبعا ويهددك ليه احنا بتكلف الرياضة احنا بلدنا بلدنا جماعة حلوة قوي طبعا وبلدنا راقية قوي طبعا اه ممكن نجيز بعض ممكن مسؤول عن الرياضة او مسؤول عن اتحاد او مسؤول عن بتاع ناخده ند لا يعني يكله موقفي كله بتاع يخسر منك فلوس عشان قلت حاجة هو دي الضغوط لكن عندنا أسر يا سلام كلنا عندنا أسر الحمد لله وبلدنا ينعموا بكل ما تقدموا هذه الدولة من عمل دقوب وجاد وفرص بتتاح صحيح إنما يعني حنزايد على بعض بقى ويبني الشكل إن هو يعني صعبانين عليه لا ما صعبش عليه غالي نحن نحب كل واحد يحب الأهل بطريقته يبعد بطريقتك عن طريقتي أنا لا أفرض اسلوبي على أحد ولا أدعي إن أنا يعني لن تحب النادي الأهل إذا ما عايز تشتم عايز تهاجم عايز تلقح عايز يعني إنك أنت تحب النادي الأهلي بإنك دايما دايما لا تتفاوه إلا بالاسلوب الذي يستحقه النادي الأهلي عايز تعمل كده عايز تعمل كده عايز تعمل كده عايز تعمل كده إحنا مش داخلين مزاد مين بيحب أكتر ومين بيكره أكتر لكن كتائب الشائعات أقصى زوراين كتائب الشائعات دي خطيرة جدا إنت لما تبلع تابع ما نطلع لكتائب الشائعات لأنه برضو في جزئية شجاعة الإدعاء دي ملكو اكتبع جماعة النهاردة الحلقة 703 وأعتقد كل جمهور البرنامج والحمد لله ما أكثروا وما أوسعوا تقريبا حفظين سياسة البرنامج مسئولية البرنامج وأمانة البرنامج أعتقد ملكو اكتابة كان دايما وأبدا إحنا أكتر ناس نتكلمنا عن التحكيب أكتر حاجة عن حالات التحكيب السقة الكبيرة اللي بين ملكو اكتابة وجمهور الآلي نزعم إن عندنا قد من السقة لدى الناس وقدر كبير الحمد لله من مسئولية الرسالة اللي احنا بنقديها نتمنى أن نحن نكون كده لكن فكرة أنه البعض يعتقد أنه علشان ملكو اكتابة يتحول إلى ما يشبه السقف المفتوح المرفوع فيقول في الهوى يا ليل ويكسر في كل الناس ويسيلوا كل الناس ويشتب الحكم فلاني ويتريع على الحكم العلاني دي لكانت سياسة ملكو اكتابة ولن تكون ولا سياسة قناة الأهلي سياسة قناة الأهلي من أول ما بدأت والحمد لله كل الإدارات المتعاقبة عليها تتسق وتتسم دايما وأبدا مع سياسة النادي أنت بتتكلم على قناة الأهلي بكل ما يحمله معنا قناة الأهلي من مسئوليات وانضباط وأمانة والتزام بالواجب الوطني للي جزء غالي من الوطن الأغلى والدفاع الشرس عن حقوق الأهلي لكن حقوق الأهلي عمرنا مفرطنا ولا حنفرط فيها يوم ما انفرط في حق النادي الأهلي مش هتلاقونا موجودين لكن الدفاع عن الأهلي في الحق والدفاع عن الأهلي بما ترتضي ضمائرنا وبما يتحقق مع سياسة النادي وسياسة القناة وهي سياسة واحدة يتقال الصمالكو اكتابة ما تكلمش في التحكيم عشان قالولهم ما تتكلموش في التحكيم مين اللي قالولهم يا جماعة ملك وكتابة الحلقة اللي قبل اللي فاتت كان المنص عدلي في الظروف مننا كانت في المستشفى على مدى 3 ساعات ارجعوا للحلقة بتاعت اللي قبل اللي فاتت هتلاقونا كان الخميس اللي فات تقريبا ساعة ونص من الساعة 3 ساعات كانوا عن التحكيم تفصيليا لقطة بلقطة الخمستاشر نقطة اللي التحكيم اهضرها من النادي الاهلي شفتوا وقائعها على الشاشة التسع نقاط اللي اهداها التحكيم للمنافس شفتوا على الشاشة وفي كل الاحوال استندنا الى وجهات نظر المحللين الاخرين اللي مش في قناة الاهلي في قناة قون النقلة للبطولة ده كان ملك وكتابة فما كنت الشجاع يوم الخميس اللي فات والشجاعة منصوبها قال عندي الاتنين اللي فات اعتقد هو الاتنين اللي فات يا سيد سبريم ايه اللي حاصل اه احنا قلنا مش هنتكلف في تفاصيل سبقة انت حدثنا فيها احنا وكل البرامج صحيح وإحنا اللي ابتدينا الحديث فيها اه ولكن كل البرامج ده معنى كده ان احنا نكرر نفسينا اه اللقطات حتى اه فكل اللي قلنا ايه اولا الدخلة كانت ايه وجارت الامور كما خططة له و جيه كحلعة ماها نقشنا بيان اتحاد الكرة قلنا كيف ان هذا البيان فيه ايدانة صحيح ان المسألة ليست مجرد عدم كفاءة لا ده لما تقول دول في منطقة الكفاءة لم تبقي غير ان فيه ترصب حنقولي تاني اما مش عايزين مش عايزين الا زكان اللي نقل نقل اللي ما شافش واخد بالك ودي مش قصتنا ولا هتشغلنا احنا يا جماعة اذا كان في رأيكم ان الهدف من البرنامج ان احنا نشبع نهم الناس اللي عايزة تحفل على بعضها والناس اللي عايزة تكيد بعضها وان احنا عايزين نوصل الى انتزاع حقوق الاهلي واسبتها وهذا ما فعلناه بلغة نحاول ان الناس تحكينا فيها لان انت لما تشوف حتى النهاردة حتى المنافس بتاعك مشجعين وابتادوا يقولوا ايه عاللغة اه في ناس عقلة وناس مدركة القيم الرياضية عايزة تاخد الناس كلها في سكة اللغة هو انت لما ايه معنى انك انت لما تكسب تشتم ولا لما تخسر تشتم او تهاجم لا هذه ليست شجاعة الشجاعة انك انت تتحمل مسئوليتك وتكون صادق مع نفسك ما يخصك من هذه المسئولية تشاور عليه وعندما يعتدي احد على حقك بمنتهى الصرامة والقوة تشاور عليه هذا بالضبط ما حصل في هذا البرنامج كنت بتتكلم على كتائم الشائعات اللي دحكك بقى من ضمنها الكابتن ساد عبد الحفيز اه تشوف الضغط على الكابتن ساد عبد الحفيز اه واخد بالك ايه حيتوقف ماشي مطلوب ابعاده اتضغط على الخطيب مش عارف ايه وعدين يكلف لاخر لحظة بيمثل نبي اه طيب موسيماني احصر كده اه الاسماء اللي قال موسيماني مش عايزها تقريبا سبعين في المئة من الفريق ده في توقيت هو مقصود ما فيش حاجة بتتعمل عشوائي وعدنا المعلومات اطلع فلان الفلان يضغط عليه بكذا اه البرنامج الفلان يضغط عليه بكذا القرار الفلان يضغط عليه بكذا واخد بالك انت انت يعني المسألة واضحة وانا فيها انا كل مرة بقول ايه انا بوجي حديثي للمنافس اي لا انا بوجي حديثي للوقتي لجماهيرنا اي عايزين كلنا نبقى شايفين الكلام ده جماعة لان دلوقتي الضرب بقى في اعلامنا خلاص خلصنا مننا في اعلامنا انه مكمم وانه ما بيقولش وانه لا 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 ما لناش دعو بالليلة دي ودي مكشوفة يعني اي انما احنا لحد مبارح انا شفت الكابتن اسلام بيقول ايه اي اللي هو مسؤو اسلام الشاطر اي يعني اذا كان كابتن اسلام الشاطر في برنامجه اه كان ماسك علم الدفاع شديد الوضوح اه بشكل واضح اه يبقى حيديلنا احنا تعليمات يقول لنا ما تعملوش اه شغل اه كونك بقى يجيلك لحظ يقول لك ما تنجرفش للغة ما تستدركش اه اه احنا واخدين بالنا مش محتاجين حد يقول لنا اه لان هي دي سوابتنا ومسؤوليتنا وادركنا وادركنا اه وادركنا ان المسألة يا اخي دا انت شبعان واللي بيقع منك بيشبع دا انت شبعان قوي دا احنا ناس اه بيقلمنا لان نتعودنا وهو في جماهين من القال كتير يا كابتن علي والله اصلاح مش متعودين على القصارة اقوله طب تحب تبادل يضحك اه يعني يعني انت عشاد اه ما تتقلمش اه عايز بقى تستنى كل كم سنة جيبلك بطولة اه ما ينفعش يعني خلينا هي دي شجاعة على فكرة دا جزء من شجاعة مواجهة الامر الواقع اه طبعا انك تعترف اني هتيجي لحظة هتيجي لحظة اه ما تشطر اه طبعا لما تكون عايش المناخ دا كله واللحظة دي تيجي في اللحظة دي ما اللي انت هتيجي بعد كل دا تفقد اللقب وانت بتعاني من الاجهاد انت بتعاجي بتعاني من الجدول حتى ترتيب الجدول اه وانت بتعاني من القرارات يا سيدي هنعتبرها الاخطاء سوب اختنى يا سيدي اه سوب اختنى يعني سوب اختنى ان الاخطاء كلها ضدك اه معظمها ضدك سوب اختنى ان غيرك كل الشكل صالحه ولكن انت كل الشك ضدك واللي مش شك واحيانا لا تزم خوفا من معرفة الحقيقة